أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاءت تنفيذة لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد كشف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن هذه الاستراتيجية التي سوف يتم إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية الملكية الفكرية للتنمية وكذلك رؤية مصر عشرين ثلاثين وأوضح الرئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية تأتي أيضا ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة وبما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات